شكوك السلطان العثماني إبراهيم تجاه حبيبته بين العبقرية والجنون في أعماق قصر تؤبو كابي الشهير في اسطنبول حيث تلتقي القوة بالضعف في أحلك تجلياتها عاش السلطان إبراهيم الأول المعروف بلقب إبراهيم المجنون كان السلطان إبراهيم شخصا معقدا حاكما يتأرجح بين العبقرية والجنون بين القوة والهشاشة ومن بين جميع النساء في حريمه كانت هناك سيدة مميزة تحمل اسمة أرخان التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قصته المأساوية منذ طفولته عاش إبراهيم في ظل إخوته الذين كانوا يرثون عرش الإمبراطورية العثمانية واحدا تلو الآخر حتى جاء دوره أخيرا بعد أن أعدم أخوه عثمان الثاني وتوفي أخوه مراد الرابع حمل إبراهيم على عاتقه إرثا ثقيلا وورث قلقا داخليا زرعه فيه سنوات من العزلة والحكس في القفص تلك الغرف المغلقة التي كان الأمراء يعيشون فيها حتى يصعد أحدهم إلى العرش كانت هذه السنوات الطويلة قد أثرت على عقل إبراهيم وأحكمت قبضتها على روحه عندما أصبح سلطانا كان إبراهيم يسعى لتعويض سنوات الحرمان من الحياة العادية لكنه وجد نفسه محاصرا بالمؤامرات والخيانة التي أحاطت به من كل جانب كان يعاني من نوبات حدة من الغضب والشكوك التي لا تمتمتهي وفي وسط كل هذا الفوضى ظهرت تؤرخان تلك الجارية الجميلة ذات الشعر الأسود الطويل والعيون الساحرة التي أسرته بجمالها ورقتها تؤرخان لم تكن مجرد جارية عادية بل كانت تتمتع بذكاء وحمكة استطاعت أن تكسب قلب السلطان بفضل مهارتها في الحديث وإدراكها العميق لما يجول في عقله بدأت العلاقة بينهما تنمو بشكل سريع وأصبحت أحد تؤرخان قريبة جدا من إبراهيم لكن مع ازدياد قربها منه بدأت الشكوك تنمو في قلب السلطان خاصة مع تفاقم حالته النفسية في إحدى الليالي بينما كان السلطان يتمشى في أرجاء الحاريم لفت انتباهه تزايد اهتمام الجواري من حول تؤرخان كان الجميع يتحدث عنها عن جمالها وقوة تأثيرها على السلطان بدأت الغيرة تتغلغ لفل في قلبه تلك الغيرة التي كانت تتغذى على مخاوفه ووساوسه وبدأ يعتقد أن تؤرخان قد تكون تخفي شيئا عنه ربما كانت تخونه مع أحد رجال القصر أو مع إحدى الجواري كان السلطان يقضي ليال طويلة بلا نوم يراقب تحركات تؤرخان والجواري وكان يرى في كل همسة وكل نظرة سرا مخفيا وفي إحدى الليالي سمع السلطان حديثا غامضا بين بعض الجواري عن تؤرخان حيث ذكرنا أنها تتمتع بجمال يجعل الرجال يسقطون تحت قدميها كان هذا كافيا لإشعال نيران الغيرة في قلبه حتى بدأت الأفكار السوداء تسيطر عليه تماما بدأ إبراهيم يشك في ولاء جميع نساء حريمه ولم يعد يثق بأي واحدة منهم كان يعتقد أن جميعهن يخططن للإيقاع به وأنهن يخفين خيانات وراء تلك الوجوه البرية وفي لحظة من الجنون قرر السلطان أن يتخلص من كل من يشك فيهن كانت تلك الليلة مشؤومة عندما أصدر أمره بإغراق جميع الجواري في البحر أعدت سفينة كبيرة حملت 280 جارية وقيدت أيديهن وربطت أثقال حول أقدامهن كان الليل حالكا والجو يحمل رائحة الموت كان الجواري يبكين ويطلبن الرحمة لكن السلطان إبراهيم لم يكن يسمع سوى صوت الشك الذي يصرخ في رأسه في لحظة من الفزع المطلق ألقيت الجواري في أعماق البحر الباردة حيث اختفت صراخاتهن مع الأموال بعد تلك الليلة الرهيبة شعر السلطان إبراهيم بالفراغ يسيطر عليه لم يجد في تلك الجريمة الفضيعة أي راحة بل زادت من شعوره بالعزلة والخوف كان يتجول في قصره كالشبح يشعر بأن أشباح الجواري تطارده في كل زاوية حتى تؤرخان التي كان يحبها بالصدق أصبحت في نظره مشبوهة وغير موثوقة لكن تؤرخان التي نجت من تلك المذبحة بسبب مكانتها الخاصة شعرت بالرعب من التغيير الذي طرأ على السلطان كانت تعلم أن إبراهيم لم يعود يرى فيها حبيبته بل يرى فيها تهديدا لعرشه كانت تمشي على أطراف أصابعها في القصر تخشى أن تقع ضحية لجنون السلطان في أي لحظة ورغم كل ما قدمته من حب وإخلاص شعرت أن حياتها معلقة بخيط رفيع بدأ السلطان يشك في كل كلمة تقولها تؤرخان في كل حركة وكل نظرة كان يبحث عن أدلة لخيانتها في كل مكان حتى في أبسط الأمور كان يعتقد أن الابتسامة التي كانت ترسمها على وجهها تحمل خيانة مخفية ومع مرور الأيام ازداد الضغط على تؤرخان حتى بدت تشعر بأن نهايتها قد تكون قريبة في محاولة للسيطرة على جنونه حاولت تؤرخان أن تبقى بجانبه أكثر من أي وقت مض تبذل قصار جهدها لتهدئته وإعادة ثقته بها كانت تحاول إقناعه بأن حبهما أقوى من الشكوك التي تملأ عقله لكنها كانت تدرك في أعماقها أن الجنون الذي أصاب السلطان لا يمكن علاجه بالكلمات وفي يوم من الأيام بينما كان السلطان جالسا في جناحه يتأمل في مرآة عتيقة رأى في نفسه صورة رجل متعب ومهزوم كانت تلك اللحظة التي أدرك فيها أنه قد دمر كل شيء حوله بسبب غيرته لكن بدلا من الشعور بالندم قرر السلطان أن يعمق هذا الجنون أكثر وأصبح لا يثق بأي شخص من حوله حتى أقرب مستشريه مع تدهور حالته العقلية أصبحت تؤرخان تشعر بالخطر أكثر من أي وقت مض بدأت تفكر في الهرب من القصر لكنها كانت تعرف أن الهروب لن يكون سهلا وأن السلطان سيطاردها حتى لو كانت في أقاص الأرض كانت تعلم أن النجاة تطلب ذكاء وصبرا لكنها كانت تخشى أن تنفد قوتها قبل أن تجد مخرجا في ليلة هادئة بينما كان القمر يضيء سماء إسطنبول دخلت تؤرخان إلى غرفة السلطان بخطوات خفيفة كانت تحمل في قلبها أملا أخيرا في أن تتحدث معه وتعيده إلى رشده جلست بجانبه وبدأت تروي له قصصا عن الأيام التي كانت تجمعهما في حب وصفات حاولت أن تذكره بالأيام التي كان يتحدثان فيها عن المستقبل معا لكن السلطان لم يكن يستمع كان عقله مشغولا بالشكوك التي تأكله من الداخل وفجأة قطع حديث تؤرخان بسؤال مباشر لماذا تبتسمين؟ هل تخفين شيئا عني؟ كانت عيناه مليئتين بالغضب والريبة؟ أدركت تؤرخان في تلك اللحظة أن محاولاتها لإعادته إلى الواقع قد فشلت بدأت تشعر بالخوف يتسرب إلى قلبها ودركت أن اللحظة التي كانت تخشاها قد اقتربت وأنها ستصبح ضحية لجنون السلطان كما أصبحت الجواري من قبلها